السلام عليكم اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 الحلقة 54 الميزو بوان الميزو بوان اليوم 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 7.9.2022 اليوم 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 هناك محروم من التعليقات على التعليقات على التعليقات ويكبر على التعليقات على التعليقات على التعليقات على المترجمات كما كان بشكل مستقبل لأنه في المتابعة ويحصل على مستقبل ويحصل على مستقبل ويحصل على مستقبل فرنسي من فرنسي أردت أن أردت أجل من الميزن ويجب أن أجل من المزيد لكي أجل من المزيد ويجب أن أجل من المزيد من المزيدة ومن ثم يومي بحث يومي من يومي ومن ثم يومي في الفران يجعلون مجرد أجل المقابلين على الأحضر المقابلين وفي اليوم نحن أدريك أنه يجب أن يجب أن يكون لديه في مدعوات في مدينة المساعدة ومن المساعدة التي تتحركها في المدينة المعركز المترجم للقناة ترجمة للمساعدة في هذا المال ، ترجمة من المالتخلصة موتيجة على المساعدة 2 250 ارام . أنا لا أولاً لكني أصبحت مجموعة وهمت بحقاً يجب أن يتعالي ويجب أن يتعالي ويجب أن يتعالي ويجب أن أصبحت مجموعة فإنما في الوصول على المدينة في هذا الموضوع فإن أجل حضرت هذا الموضوع مع قد مجموعة الأطفال من مرور الأطفال لما أحضر للمساعدة 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 هذا المساعدة يجب أن يجب أن يفعله وحصلت على الوضع وحصلت على الانسان هذا يعلق 18 جهاز 18 يوم يدعم فيها ومن يوجد منه لأدوان ولكن في الانسان في القدام وليس يدعم فيه الموضوع في هذه الحلقة 54 وهو الميزو بوان الميزو بوان بس نجاوبها هدوك الناس كلهم دوك اللي كنتيستاتير الناس اللي ما أعجبهمش الحال هدك شي اللي كنقول انا هدوك الناس هدوك الناس قستنقول لهم بإنه وان هادشي اللي كان شر في يوتيب في 2001 و200 هادشي راني كتبته هنا في ما بين 98 و2004 وراني مشجل عندي في زجون ديالي ديال كل سنة من 1957 منين عاشت واحد ظروف خيبة في عام 1998 فكرت مزيان وقلت بينا هو تيخسين شجل لكون في سنة بيموار ديالي بديت كنشجل في هاد سانة قبل من خرج التقاعد بيتها في 98 وملي بويت نشجل ملقيتها شي صعوبة إنه كان شد لجندة ديال السنوات الفيتاء وكان لقى فيه كل شي مشجل ديال لذيب بروفيسيوني ديالي في هاد سانة سنة وخمسين ثمانية وخمسين سنة وخمسين سنة وخمسين ونحن جايين حتى 1999 سنة وخمسين هاد شي اللي كان مسجل عندي فال من زمان هو اللي درتبي هو اللي كتبت فيه رغ settlement سنة وواهو لطنblicان ديال ماهييم في المجمimmt представля خغمسين المجملة درتدي من مجملة انه لي tradition جل من ثمانين دوسمين مولاني لقى الون لمان السنوات كان بده كنشجل لكون في تومي موار فاسي المان كيبالي يدكشي بحالي لا تراغر لبرح دكشي مش كنهضر بالديطاي وكنعطي بوكون وبريسيزيون وكنعطي الأسماء الحقيقية وكنعطي جميع الديطاي اللي ما عرفوهم حتى في حد منين وصلت السنة كانت 1960 كيبالي 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 جواندا للأفوة ساميوستين جميع الديطاي اعطي كيبالي 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 الحواج اللي الشعب المغربي ما عارفهم ولكن عارفهم تريفاجم عارفهم منه واحد ديال الدعايات ديال الرجيم ماروكا الرجيم ماروكا عنده الناس مكلفين بالإستوريك ديالو جوس الناس عبدالوهاب بن المنصور ومحمد المريني هذو ما المؤرخين الرسميين ديال الدولة المغربية أنا عاقل على في 1960 على جميع رجال السياسيين الموريطانيين اللي جاوا المغرب والتصلوا بالقصر الملكي جاوا على النية ديالهم باش يبيعوا الماتش وفعلا وفعلا باقوا الماتش مقابل واحد عداد ديال المليارات في ديال الوقت ومقابل انتيازات كبيرة اعطاهم الفيلات في السكنو اعطاهم الطنوبيلات ديال الوزارة وكان فيهم اللي 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 عادوا وزير بالحقومة المغربية قدش كله الدار لهدوك الموريطانيين باش المغرب استولاع موريطانيا ولكن الدولة الفرنسية ملياتات الاستقلال الموريطانيا عينوا على الرئيس الموريطانيا رئيس الدولة مختار والدادة هاد المختار والدادة احتا هو بنفسه جاس حال من اختار المغرب كان يدير كان كيدير محاولات مع الملك محمد الخامس ومع ولده لبرانس اريتي ملاحظا لش يدير معاهم اتفاقية بس تكون موليطانيا دولة ديت موريطانيا دولة المغرب موليطانيا غدود حماية دي المغرب ولكن هاد اتفاقية مانشهات هادشي اللي جعل مختار والدادة اتفاقية مع فرنسا على استقلاد دي الموريطاني وارجع هو اول رئيس دولة ديت موريطانيا الجمهوريال ديت موريطانيا من بعد هاد التأسيس دي الدولة دي الموريطانيا موريطانيا كانت في موريطانيا مبتشت يحضر في الاجتماعات ديال المنظمة الإفريقية وكيقتع العلاقة دياله مع جميع الدول اللي كتعتار في موليطانيا هاد الشيء استمر واحد مدد العامين أو ثلاث سنين ولكن المفاجأة الكبيرة كانت في عام 1963 كان واحد للصومة دياله اللي بان فيه بنا هو المغرب الكورتسيديا المغرب مبقاش خاوي هاد عمر عمرو حسن تاني وفي زم دياله كين الكورتسيديا الموريطانيا اللي فيه مختار والدادة هاد الصور الكبار دادو في العالم كله وفي تلويزيونات ديال دول مقدمة ديال الوقت من بعد موريطانيا استمرات العامة ديالها حال جميع الدول الإفريقية المغرب قبل سياسة ديال الامر الواقع ديال سياسة ديال الامر الواقع ويحمد الوضاع على الوضعية دياله لأنهو أنا عاود نذكر من جديد بأنهو المغرب في عام الف وتسعمية وستة وخمسين أرى مني ندخل كعوضو الأمم المتحدة أرى هدفع لكارت جيوغرافيك ديال المغرب اللي في هالحودود معروفة من كل ناحية من جديد المحار ومن جديد الحدود الجزائرية المغربية الجزائرية من جديد المحار ديال الاتلانتيك ومن جديد المحار ديال المويتاني وفهد من دفع هذا 200 هذيك ساقة قال للعداد ديال الملايين ديال السكان ديال المغرب هذو ما لديو كونديسيون الذي يجب أن يدخل عضو جديد هذا من ناحية الموريتاني إذن من ناحية الموريتاني الطمع الكبير الذي كان عند الحسد الثاني كانت موريتانيا والتي كانت جميع رجال السياسيين كلهم رجلية ويشدوا مغرب ومع علمات الملكية المغربية ولكن هذا المظاير كانت تغير الأخوة لأنه في الأخر الملك حرس وبقى كيتعلم مع موريتانيا كدولة حرة كدولة مستقلة في عام 1963 كانت الحرب ذي للريمال ما بين المغرب وموريتانيا كنت Upper اللي بدد تنكتب فيها من عام 1998 حتى 2004 و هنا تنكتب في هاد الكونفيسيون ميموار ديالي الكونفيسيون ميموار ديالي اللي في هاد 12 الف صفحة دوز ميل باج تنحكي على حرب الرمال كيفاش دزد ينهو انا عسى ذلك ظروف و كنت سالك في هادك الحرب تقريبا ينهو من ناحية ديال الكبآن كنا مكلفين بالمهمات على طول الحدود الجزائرية المغربية كنا كنديرون لهم بلونتاسيون ديالي زونتين دينفورماتيون ديالي زونتين دينفورماتيون وهو ما موضافين ديال الامن الوطني اللي كنديرو هوم فبزاف في الفيلاج اللي في الفرنتيار مع الالجيري ما بالمغرب والالجيري هاد لعبو هادو واحد دور كبير في هادك الحرب ديال الرمال و هاش كذلك هاد هاد لحظ ديال الرمال عشتها انا من داخل المخابرات المغربية عرفت جميع اللي وقال و عرفت الدور ديال المخابرات اللي في هادك الحرب الدور دياله كان الدور ديال المخابرات في هادك الحرب كان مهم بزاف ديال المخابرات في هادك الحرب ديال الرمال انا ديال الشهة التبعينية بناو في المطار في في الباز المريكين دي قونيترا كانوا لي ليزافيون ميليتير اميريكان كانوا كي يسلموهم اللي بيلوت المغربة وهو ما باقين إلا هات يسبقوا فيهم لون بليم ديال المغرب لون بليم ديال الملكيه المغربية باقي ما نشوف هادك السباغة و هما سلموهم بالمغربة يعني هادك الحرب رما كان فيها هادك الحرب رما كانت وهذا مغربوا وحده هادك المغرب وقف جنديالو تريسو لدمة وقف جنديالو وقف جنديالو لامريكا لباذ أمريكان ليباذ أمريكان لباذ أمريكان اللي كانوا في قنيترا وفي سيد يحيا وفي سيد سليمان وفي بوق نادل وفي النواصر إنه واحد درويدا وفي بنقرير إنه واحد المراكس هذلي بض كلهم كانوا قيتعاونوا مع هذل سيش المغربي هذك شلي اللي صرحت به في الفيديو ديال لغير دي سابل هذك شلي عشتو عشتو في سنة 1963 وكتبتو في الأجندة ديال العام ديال السنة 1963 وكتبتو في اللي كانت يكتب في الكم في سنة وكتبتت في ميماور تبصين في سنة وكتبت في الكم في سنة واللي كانت يكتب لسنة الكتبت في سنة كانت تبصين في سنة وكتبت another year ووكتو في سنة 1963 المترجم للإنفط في جويل عام 1963 في حدث تاني المترجم للإنفط في المعارضة المعروكية في المترجم للإنفط في المنباد جاءت الحرب ديال الرمال في الحرب ديال الرمال المهدي بن بركة معروفت الصراحة ديالو ليقال في الإداعات وفي البرس فرنسيز وفي البرس آراب داك شي ليقال را معروف ودك شي ليقال كله معقول هدك شي ليقال مهدي بن بركة الحقيقة الليقال ما أجبس الحسن تاني اللي يحرك معطل أهمر ديالو العدلة بلشي حكمو عليه بالإعدام لأنه هو ارتكب خيانة عظمى ارتكب خيانة عظمى اللي يهضروا وقال الحقيقة على حرب الريمال هذه كانت الحكم بالإعدام الأول على المهدي بن بركة الحكم بالإعدام الثاني على المهدي بن بركة بمالحكم غيابي وهو كان فرباوستين سنة تأتفو تساميا فرباوستين فلو پروسي ديال لسوى ديزان قم بلو يونف بي دي جويل منسان سانتروا هادلو كومبلو راه لعب فيه واحد دور كبير لكب اين هنا هو الكمبلو دي تلات وستين راه بدا في الحقيقة ثمي الف وتسعمية وثنين وستين بدا في الرجوع ديال المهدي بن بركة المغرب الف وتسعمية وثنين وستين تشهر ماي اليوم ديال العيد الكبير ديال تنين وستين من هادك الوقت ديال الكمبلو ديال اللي نفبي اللي غاد ديكلانشا في جوية ثلاثة وستين وفي جوية ثلاثة وستين العداد ديال الاختطافات اللي لا ديال الاختطافات الرئيس ديال لكونتر سيبرسيون ديال محمد لحشعشي محا دل رئيس دولا حسن تاري دليل un rapport de synthèse concernant ce soi-disant complot UNFP de juillet 1963 فهدك le rapport de synthèse فيه العداد ديالنس اللي غدي تقبطو يقتلقع اليوم القرد أو اللي غدي تختفو في جميع النواحية المغرب والعدد ديالهم كان مجموعة دياله خمسميات شخص لينه وف جميع اللي كومبتو اللي كانوا في مغرب اللي لا ديت الكمبتو اللي كومبتو غيكون غدا اللي يوم تيمشي الرئيس القسم ديال الرئيس دياله دياله تيمشي لعند الرئيس الدولة اللي هو الحسد الثاني وكيبدييليه الرئيس دياله خاص بهذاك اللي كومبتو فيه العداد دياله اللي غيتقبطو او اللي غاديتخطو وفيه العناوين دياله اللي كالناس كلهم دياله دياله ديال الرئيس الدولة تيمشي معاه لليست دياله دياله الناس الـ 500 عدوك لليست فيهم العنوان ديال كل سخص والمهناد ديال كل سخص والوظيفة اللي عندو في داخل الحظ ديال كل سخص في الغد الاخر هاد الشي انا قلت الليلة ديال كومبلو محمد العشاشي استقبلو رئيس دولة الحسن الثاني من يمكن غاديل عند رئيس دولة مشينا معاه آنات شخصيا مع الصديق والزامل ديالي حميدة اجدين احنا كنا الجوز لقارد كون ديال المحمد العشاشي في مكان بو يمشي الشي بلاسة احنا اللي كانت دوه جميع المواعيد اللي كانت يكونوا عنده معا رئيس دولة احنا اللي كنا كانت مشو معاه هاد الشي ما بين الف وتسعمية وستين و الف وتسعمية وثلاثين لانه توقليزيكسبير امريكان اللي كانوا في المغرب هذيك الوقت اللي كانوا في اللي كانوا في كابان لأثيرار لانه عند سماء ديلهم مارتان 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 ما يجعل رئيس الدولة يستقبل محمد العشاشي ما هو عدة اختراته هدوك الازاري الساسيون اللي كانوا توقعوه واليزون اللي بموني توقعوه ما توقعوش علاج الفلاق ديالي اللي في الخطف ديالعباب الله اللي اللي مقبل رئيس دولة راه على علم قبل ميوقع دك الخطف قبل ميتش دو الناس الغد الأخور دياللسيز جوية من نفسان دياللسيز جوية من نفسان ديالجوية من نفسان فوسان تروى الغد الأخور وفقيرو دليمي ومالغي تكلفو بالعملية دي الاختطافات في المغرب وغادي يختطفو وغاديلو داخل لسنتر سكري دو دي تنسيان سانك ميل فرسون هديك خمسمائة اللا إحالية خمسمائة غا ترجع خمسة الاف تشريح قلم يقدر يقبل هذا الشي هذا الناس ملقوش في الغيدي لهم جميع اللي سنتر عمروا فهذا في 1864 كانت المحاكمة دي لهذا الناس ومحكمة فرونوسات واحد عداد ديل ديل الإحكام قاسية وديل الإحكام بالإعدام بن بركات كان محكوم عليه بالإعدام غيابيا فهذا قضية الكمبلو فالعمال إذن أهد قادي تحارب الرمال ولكنه إلهذرت عليها أراني هذا الشيء أنا عارفه من عام في عام ١٩٦٣ ليس هناك عارفه غير أولي البارح أو هاد الشهر أو هاد العام أرى سنين هذي وأنا عارف دك الشيادات أرى سنين هذي وأنا كاتب لكونفيسيوم ميمور ديالي لكونفيسيوم ميمور ديالي رابزات الكتبة ديالها ١٩٩٨ ٢٤ عام هذي ٢٠١٨ جات من بعد في ١٩٧٥ جات القضيات دي في الصحراء بدات في الأول بالمثيرة الخضراء من بعد المثيرة الخضراء دول مفاوضات ما بين السبانيون الدولة الاستعمارية وما بين المغرب وما بين موريتانيا اسبانيا في هذيك الوقت رئيس دولة ديالها جنرال فرونكو كان مريض كان كيتوفى شوية بشوية الضغوطات ديال اللي كانت على الدولة الإسبانية كانت كثيرة جزاف على هذي الضغوطات اسبانيا قبلات بالسنوة احتفاقية مع المغرب وموريتانيا اللي قسموا بيناتهم هذيك الارابي السحراوية اللي مستعراها اسبانيا هذي التقسيم اعطوا واحد طرف منه طولوت اللي هو طولوت ديال اللي هو طولوت ديال 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 واد الدهاب اعطوا الموريتانيا والشيال اخر شدون مغرب المغرب المغرب دخل الصحر في عام 1975 الصحراء المغربية المغرب كان موجود بالجيش ديالو كان موجود في المنطقة موجود في المنطقة وموريتانيا حتى هي قبصت ذاك 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 طولوت ديالها في نصيب ديالها لو كان كان هذي الارادي مغربية ديال الصحراء علش هذي نقسموها مع موريتانيا اشمل شرعي المساعدة موضوع من المنطقة من المنطقة ومغربية ومغربية تحكم فيها ليس كثيرا مع موريتانيا وتقسيم دار سبانيا قررت بشغي تحيت من المنطقة وقارت غيبقى فيها مغرب وموريتانيا موقات واحد المدة بدمدات الاستفتاء شون غايد داد الاستفتاء غايد داد الاستفتاء غايد ندمر الأمم المتحدة هي اللي غايد دير هاد الاستفتاء ولي غايد صوتو وهو ما سحراوي الحرار اللي كانو موجودين في اسبانيا فلوق فسداد درسانسمن ديال للا پوPLATION اسپانيول هادا قرصانسمن كانفيت قريبن تمنیاو ستين الف سحراوي تمنیاو ستين الف هادا ديال للا پوPLATION طوال ديالي سحراوي الابت اراتي أعرفان 68.000 هادي سوى سونت ويميل وما اللي عندهم الحق باش يتصوتوا في الصحراء باش يقولوا الكلمة ديرهم الأولى والآخرة في نوقتي فاش دخل المغرب الصحراء في عام 1975 بدولي ذاتك دير البوليزاريو الصحراويين للسوق البوليزاريو بدولي ذاتك دير البوليزاريو في جميع الملاتق اللي فيها تيش الملكي تيش الملكي تلف إنه هادوك اللي كي يدولي ذاتك دير البوليزاريو بقين صغار بقين شباب مترينين مزيان لابسين مزيان خفيف أما لبس عسكاري ولا أما دي سيلفيت وفرج لهم سبرديلات باش كيتحرقوا فاسيلمان وعندهم دي لاندروفير باش كيدرب اليوم فواحد مدقة ويمشي يدرب مياوات الكيلوميترات في الليل ويدرب في جيه أخرى في مندقة أخرى هادشي اللي الجيش دينا كانت قيل بطنوغا وبدك شي والعسكر دي لنا كان كانوا يعني هرب عليهم الركب ما عرفوا باش تبلوا بهادا بهادا النوع دير الحرب دير لاجيريه اللي كانت قيل دير البوليزاريو اخرى داجت واحد بعد السنين جاء الف وتسعمية وتسعود و تسعود و تسعود وتسعود و سمعين كت مفوضة ثيرية ما بين من البوليزاريو وما بين موريتانيا هذه المفوضات المغرب كان لعلم جميع الديطايل ديلها إنه من ناحية المخابرات ديل لكب أين وديل لديستي وديل لتجيد المغرب مفوق بزاف المغرب كان مفوق بزاف على جميع أفريقيا وفليرونسينيما جميع اللي كان كيوقع ما بين البوليزاريو وموريتانيا كان مغرب على علم به في الوقت اللي فاستفقوا بس موريتانيا غادي تخويل البلاد غادي تخويلك المنطقة دي السحرة دي تريو دو أورو وغادي تنسترى فيها البوليزاريو هذيك الوقت المغرب دخل صحة دخل صحة وستعمر هذيك المنطقة قبل ما تنبلونت فيها البوليزاريو هذي حقيقة عسل آنة شخصيا هذي حقيقة ماشي أنا محتاج لوحد الإكسبير في الإستوار أولى أنكسبير في الجيوغرافي أولى أنكسبير في الكارتوغرافي إنترناسونال ولكن ما كان باش نستصر معاها سخصيا وقت الاتفاقي ديالو عاد نكتب المقالة ديالي أنا راني كاتب لكم في سيوم موردي في هذا الديطاي راني ديرهم في السنة اللي ديت سعود وسبعين وديرهم في السنة ديت سعود وسبعين وديرهم في السنة ديت سعود وسبعين يراها قديم عند راه بدا في بدا في في هذا الاجنطة دياليك السنة 45 وفي هذا الاجنطة ديالي السنة ديالي تسعود وبدأت تنسجلوا في الكتاب المموار وهي مانيسكريت مكتب بمكتب بلد معشي بلا ماشين الكتاب المموار ديالي مكتب مانيسكريت كاتب بلد فيها ما بين 98 حتى 2004 فيها 12 ألف صفحة هذه المقالة لدرتنا في يوتيب في سبوك 2021 و2022 ما تبعني شرين ؟ ممشي عرفت وغير دابا انا ممشي مكريم عن شي حد ممعمرني مكنت مكريم عن شي حد معمرني ما كنت نكرم عن شيحد أولا شريني شيحد أولا شيحد تقولي أنا حر تقول لي بغيت ولي عندي يا لحسر الضامر ديالي ولي عشتو أنا أنا مشي ملحق على أني ستوريان أولا أنجيوغراف أولا أنكارتولوك أولا أنكسبير انترناسونال في هذا دومان بس نستشعر معاه وعطني لنففير بس نكتب ولا ما نكتب أنا حر نكتب داك شي اللي بغيت أنا كانت الآن تنبيب ليهي ما كونفيسيون ميموار الناس كيف هموا راكي عرفوشنايا كونفيسيون ميموار رأي الأحداث اللي عشتانا في حياتي المهنية أما اللي عشتنا سخصيا ولا أما اللي عشو الزملاء ديالي سخصيا ولا أما اللي عشنا إحنا أون جروب لين نوفلو كاب آن وليف لديستي معمر ما كان سوكري بروفيسيونيل ما كانج ما يمكنش لي يكون إنه الخدمة الخدمة كانت لوها العمال الجماعي كل ميسيون تكونوا فيها إحنا على الأقل ثلاثة الناس على الأقل ولزوز الناس ولا أكثر سبعات الناس عفرات الناس ممكن فيه مهمة وحدة بحالف في الأقل ثلاثة الناس كمنا في ديبرتمون ديالي كونتور سيفيرسيون عشرات الناس على علم وفي ديبرتمون ديال لزوكراسون تيكنيك كانوا ربعين ديال البوليس على علم فيهم كوموسيارات فيهم دباط فيهم مفتشين مخلطين القرادين مخلط في الأقل كانوا هذيك في الأقل كانوا هذيك الربعين ديالي يزوكراسون تيكنيك وحنا العشرات ديال كونتور سيفيرسيون باش هلو القروب ديال خمسين خمسين كوموسيار وضابيط ومفتش اللي كانوا مكلفين في الأقل في الأقل في الكاب وفي الأدية ما يمكنش ليك التبق لسوكري بروفيسيوني الخدمة كان دلوها جماعية ما كينش تيثير اللي كيف تلك شي واحد فينا محمد العشاشي هو اللي عرف هو اللي عرف هو اللي عرف نحن كلنا دوك العشرات الناس اللي كانوا قرب ليه محمد العشاشي وهاد وهد وهد لكوم في سنو الموارد اللي كان كتبانه ما تلك انا دمشي في سنو الموارد اللي كان محي ومحي اكتب قبل ما نكتب انارتك أنارتك الي كان الناس مكتوبين سيدي هذي مكتوبين هذي 24 سنة بدأت تبادلون بدأت في 1998 وحده براحنا في 2022 24 سنة باش هلش يمشي الجدي وهنا ماشي ما الحاق على واحد ليستوريا ولا واحد مختصة ضيروا في الجيوغرافي ولا في الكارتوغرافي باش يعتيني الففير باش ندير المقالات ألا ماشي منحق على هاد الناس كان عود أكد أنا حر باش ننبيبليه دا كشي اللي بغيت دا كشي اللي عندي فلا كوفيسيون داي أنا ما كانت سراس بسوي آنكوري بتيبل حياتي كاملة وانا آنكوري بتيبل هلوك الناس اللي كي يكون تستيو دا كشي تنجولانا استو ما عارفو هاد هاد ديطاي هاد مسائل أنا راني عزت هاد الاحداث اللي كنهضر عليها عزة أما أنا شخصيا أو لا احنا شخصيا بجموعات الناس اللي عشنا هاد الاحداث ممكن تشو واحد يكدبنا في هاد شي كنقوله هاد شي هاد شي كنقوله هاد شي هاد شي كنقوله أنا راهير حقيقة الزملاء والأصدقاء الذين اللي كانوا معنا توحد فيهم مدربح هذه التصريحات لأن هوا كلهم تخافوا مدربح أنا الوحيد اللي قبلت هاد القرار عندي مرايزون ذيور هادو مرايزون محتفظ بهم ليانا شخصيا علش جرت هاد شي أنا أنا اللي عارف علش ديبالي يا راه يبصرت مزيان هاد الموضوع غادي نوقف هنا أغلب روشين إن شاء الله شكرا شكرا شكرا